أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وعضوا الميذان ألا تدعوا في الميذان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميذان والأرض وظاهان الأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والهبد العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشركين ورب المغذبين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برضه لا يبويان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسعده من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنتين استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما جواد من نار ونحاة فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت الثماء فكانت ورددا كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم إذ لا يسعد أن ذنبه إنس ولا جاد فبأي آلاء ربكما تكذبان يورف المجرمون بسيماهم فيرخذ بالنواف والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خوف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا عفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجديان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قافران فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهما الياقود والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نذواختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خذر ومقصورات فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان شكرا